وإلى أستراليا حيث حثت السلطات الأسترالية الآلاف في ولاية كوينزلاند على الإخلاء مع استمرار حرائق الغابات التي دمرت ما لا يقل عن 30 منزلا في تهديد البلدات الريفية وقالت إدارة الإطفاء أن أكثر من 35 حريق غابات ظلت مستعرة في كوينزلاند وأن بلدة تارة التي تبعد نحو 890 كم شمالي برزين عاصمة الولاية من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر